وعدون كثيرة وتعهدات كبيرة ألزمت حكومة محمد الشيع السوداني نفسها لتنفيذها وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت بضوءه لكن تحالف السيادة أكبر تحالف سياسي سني برئاسة خميس الخنجر شكك بجدية السوداني بتنفيذ الاتفاقات التي منحت على أساسها لحكومته الثقة حدت التباينات داخل تحالف الإطار التنسيقي تصاعدت بشأن بعض تلك التفاهمات والقوانين من بينها قوانين العفو العام والتجنيد الزامي والنفط والغاز وغيرها الأمر الذي بات مقلقا للقوى السنية والكردية من تراجع السوداني عن التنفيذ الأمر لا يصب في مصلحة الوطن والشراكة السياسية تحالف السيادة جدد مطالبته من السوداني بالإفاء بالتزامته التي حددها في برنامجه الحكومي بعد أن أصدرت محكمة جنيات الرصافة حكما بالسجن لعشر سنوات بحق مخبر سري كذب مما يعكس وجود ألاف الأبرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري سيئة وأن السجون مليئة بالشباب الذين جروا اعتقالهم على الشبهات ولأسباب غير معلومة والبعض منهم قبع في السجن منذ مدة طويلة ولهذا صار لزمن الإسراع بتشريع قانون العفو العامة كما تضمنت الوعود إلغاء هيئات المساءلة والعدالة وإصدار عفو عام عن بعض المعتقلين فضلا عن رفع قيمة الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار والذي تراجع بشكل عكسي خلال الأيام القليلة الماضية فهل سينفرط عقد ائتلاف إدارة الدولة مع تنص للإطار وحكومته عن كل هذه الوعود والتعهدات؟